السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو ويجبكم بصحة وعافية ومعودناكم دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدات ففي هذا الفيديو سوف نرى سيد عمر هلال مع طلهم شو ضغياء انتقم من جنوب أفريقيا من بعد الاستفزازات الأخيرة سيد عمر هلال فضحهم و بالمزيان كذلك سوف نرى كيف انهزام المروك هو السبب انهزام الجزائر المروك هو السبب رفض المجموعة بريكس طلب الجزائر وكذلك نرى كيف رسميا جنوب أفريقيا تصرح برصافيرها بالشرق الأوسط ان المغرب لا تقدم شي طالما بالانضمام فابقوا معي الاخوان موضوع شيق جدا رجائي منكم كالعادة انكم دعمونا باللايك بالبرتاج كذلك بالاشتراك وما تنسوش الاخوان كتابة التعاليق وريد اقلية بالرأيه المغربية استمر واصلي فهذه الكلمات البسيطة واللي ما تخسر والو إلى كتبتها قدر أنها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع قاعدة اخواني اخواتي كالمعتاد كالعادة فوق ما النظام العسكري الجزائري تحف شي مشكل او شي انتكاثة او شي انهزام الا وخصو يحمل المسئولية للمروك فاليوم اخواني اخواتي كيحملوا المسئولية وكيتهموا المغرب واسرائيل قل كذلك مؤامرة من المروك واسرائيل بسبب رفض مجموعة البريكس انضمام الجزائر فنخلكم مع هذا الفيديو وانتلقوا من بعد كذلك اخواني اخواتي قبل ما انطرقوا الموضوع ديالنا سوف نوضحوا واحد المسئلة فالاعلام التونسي من اللي يتكلموا على البريكس دائما يتكلموا على البريكس وقلوا بالمغرب ترفض له الطلب وكذلك الجزائر ترفض لها الطلب الانضمام الى البريكس فلتوضيح راه الخارجية المغربية كانت خرجات ووضحات وكذبات الخبر وكذبات جنوب افريقيا وكذبات وزيرة الخارجية جنوب افريقيا كذلك السفير ديال جنوب افريقيا وضح يعني السفير ديال الشرق الاوسط خرجوا وقال باللي المغرب راه ما قدمش طالب الانضمام الى المجموعة ديال البريكس اصلا اخواني اخواتي المغرب هلاش غضي نضم المجموعة ديال البريكس وهو قاعد دول باستثناء جنوب افريقيا الدول صين روسيا البرازيل اللي هند علاقات ممتازة معها اذا المغرب ما يحتاج انه يقدم طالب لجنوب افريقيا او يقدم طالب الانضمام الى المجموعة ديال البريكس فنخليكم على المقطع انتلقوا من بعد دولة حسب القائمة التي قدمتها جنوب افريقيا سعد سفير لكن ربما مصادر مغربية نفت ان تكون الرباط طالبت بالانضمام لا الان كما تعرفون هل لديكم رد بهذا الخصوص؟ لا هناك من المفروض يكون الشرع بين او نحن نقول باللغة الانجليزية بين زعماء من يدخل او لا يدخل دولة بينها المغرب؟ ليس مغرب الجزائي صحيح ليس مغرب الجزائي صحيح فاخواني اخواتي سنتقل السيد عمر هلال اسد الدبلومازية المغربية فبعد الاستفزازات المتكررة من طرف جنوب افريقيا اكيد المغرب اخواني اخواتي هذه الدولة كتبت مشاركة من افريقيا من اوروبا من اسيا ستنطلق من العيون من صحراء المغربية من المنطقة الجزائر اعتدرت على المشاركة اما جنوب افريقيا كانت وجهت رسالة شكر من بعد المغرب وجهت رسالة شكر للجامعة وقالت باللي هي مستعدة للمشاركة فمن بعد الصفعة ومن بعد الشوهة وقعت جنوب افريقيا امام العالم ولي الدبلوماسية المغربية فضحتها ومن ثاني جنوب افريقيا لا يوجد لوجه لتحضر هذه الدورة وصفتة رسالة المغرب حتى تعتذر فاكيد المغربة سيقولون المغرب سيوجه لهم او يوجه لهم الرسالة حكم هذه الدولتين وما يكرهوا المغرب كل حقد للمملكة المغربية يريد ان يدخلوا الانفصال يقلبوا الفرصة يضربوا المصالح هنا كنت اخوتي وكان يقول لكم بل من ضروري المغرب يوجه لها الدول لان المغرب هو البلد المنظم وكان يلوى احد الاتحاد الدولي للدراجات ومن ثاني المغرب يوجه لهم الدعوة لها الدول فالسيد عمر هلال اسد الدبلوماسية المغربية وليما يتعطل شكرا لصرف الدول اللي كانت عادية المغرب قد يوجه جوج رسائل واحدة للامين العام للامم المتحدة والتانية لرئيس واعضاء المجلس الامن واللي يدين فيها تواطئ ديال جنوب افريقيا وتواطئ الجزائر مع البوليزاريو وتبنيها الغير المشروط للاجندات الجيوسية للجزائر ومساندتها الاديولوجيا العمياء للجماعات الانفصالية المسلحة الارهابية فاخواني اخواتي صراحة هاد الرسائل رافضهم زيان رعر جنوب افريقيا اما الجزائر فالكل عارفها عمر هلال كتب هاد الرسالة قال ان جنوب افريقيا كتلب دور ساعي الباريد للجماعات الانفصالية المسلحة والتي تابتها تورطها في الارهاب منطقة الساحل وهنا كذلك سيد عمر هلال ذكرهم بابو الوليد سحراوي هاد السيد اللي كان عضو في البوليزاريو وفي نفس الوقت هو زعيم دولة الاسلامية في الصحراء تعبعة لداعش وهاد الارهابي كان باستمرار يعني كيتواجد في تندوف واللي مسؤول على تندوف هي الجزائر جزائر هي مسؤولة على تندوف اداريا وبالتالي الجزائر هي المسؤولة على هاد المنظمات المسلحة او هاد الجماعات المسلحة الارهابية اللي كتكون في تندوف لا نساش سيد عمر هلال لا نساش انه يذكرهم بدك تقرير الارماني اللي تصدر واللي تصدر عن طريق الاجهزة الاستخباراتية الارهابية واللي اكدت بالادلة والبراهين والحجاج على ان البوليزاريو جعلت من المخيامة تندوف مركزا لتمويل الارهابية وهاد الشيء الاخوان كما قلت لكم رغم ان المانيا بشكل رسمي تقرير الماني بشكل رسمي بدما تقول الاجهزة الاستخباراتية فهد الشيء كامل اخواتي السيد عمر هلال الاسد الدبلوماسي المغربية اذكرهم به امام العالم وفضحهم فهد الوقيته بالضبط للساحة الدولية يعني الساحة الاعلامية العالمية كاملة كتكلم على البريكس ومادام جنوب افريقيا هي عضو من هد المجموعة وجنوب افريقيا هي كتدعم الانفصال كتدعم الارهاب كتدعم الجماعات المسلحة فهد فضيحة من العيار تقل لجنوب افريقيا فتحية كبيرة السيد عمر هلال فعلا انتهى البريكس وبدأ الحساب عمر هلال ما تعطلش عليهم وصفهم صفعة ديال العمر مهم اخواتي وصلنا النهاية دل هد الفيديو تحية لكم كبيرة شكرا الحسن المتابعة شكرا كذلك لدعم دلكم المتواصل والتعاليق دلكم الجميلة واللي كتخلي لنا واحد بس مراقية على قناتكم المتواضعة عالم اسكا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة